السلام عليكم ورحمة الله أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة الباتارية في العيادة الباتارية نتناول أمراض الحيوان بجميع فصائل المختلف الفصائل الخيلية المقترات الأجنام الماعز الحيوانات الأليفة أمراض الأسماك وأمراض الدواجن نتناول في كل مرض من هذه الأمراض مسببات هذا المرض أعراضه طرق انتقال الإنسان والحيوان طرق العلاج وكذلك طرق الوقات ودائماً أبداً شعارنا في العيادة الباتارية الوقاية خير من العلاج مشاهدين الأعزاء مشاهدي مصر الزراعي كل سنة وانتوا طيبين وبنسبة شهر رمضان الكريم ربنا يجعله علينا بالخير واليمن والبركات الحلقة القبل للمضان كلمنا فيها على التسامل في الحيوانات وقلنا التسامل بصفة عامة إيه أعراضه وقلنا برضو العلاج الجنرال تريتمينت أو العلاج العام لحالات التسامل في الحيوان وفي الإنسان إيه إيه اللي نعمله وإيه طرق الوقاية بتاعتها وقلنا هنستكمل معاكم التسامل في الحيوانات ونقول أنواع التسامل المختلفة كنا نحن الأول نتكلمنا على التسامل بصفة عامة هنتكلم بقى على التسامل بصفة خاصة كل حاجة الأعراض زي ما الألفا توكسين أعراضهم إيه الزيرالين أعراضه إيه هنتكلم في الحاجات دي كلها مع بعض إن شاء الله في حلقة اليوم التسامل في الحيوانات أو التسامل الغذائي أعراضه إيه وشغله بيتم إزاي ده اللي إن شاء الله هتبقى حلقتنا بعون الله النهاردة إن شاء الله يا أخواننا في أعراض بتظهر التسامل عامة هو ظهور أعراض مرضية مفاجئة خلال فترة زمانية وصيرة على مجموعة من الحيوانات بعد تناول وجبة غذائية بتختلف أعراض الإصابة من ارتفاع حرارة أو شدتها أو الأعراض اللي موجودة حسب مسببات التسمم وحسب كمية الغذاء المستهلكة يعني معروف إن الناس اللي هي المفجوعة بيبقى الإصابة فيها أقوى وأشد زي برضو البقر اللي يأكل كتير من الحاجات المسمومة بتبقى الأعراض فيها أقوى وأشد الأعراض بيلاقي غسيان بيلاقي قيء بيلاقي إسهال بيلاقي فيه تقلصات في المعدة والأمع بينقسم التسمم الغذائي على حسب المصدر إلى نوعين رئيسيين أول حاجة التسمم الغذائي الداخلي اللي احنا بنسميه internal food poisoning ده بنسميه دي رقم واحد التاني external food poisoning اللي هو التسمم الغذائي الخارجي هذا النوعين اللي هم الكبار اللي احنا نشتغل عليه النوع الأولاني اللي هو التسمم الغذائي الداخلي وده بينشر عن تناول مواد غذائية سامة بطبيعة يعني مش هي محط عليها سام لا هي سامة بطبيعة وهذه المواد بتختلف حسب أصله يأما يكون نباتي يعني نبات سام أو حيواني اللي هو التسمم بواسطة السموم الموجودة في بعض الأسماك وفي بعض القواقع وبيحدث هذا التسمم في الحيوانات أكلة اللحوم زي الأطط وزي الكلاب ويكون يعني التسمم ده يأما تناول سمكة سامة زي سمك بلح البحر سمكة الفقهة اللي احنا كلنا عارفينها وعارفين شكلها بتناول بعض أنواع برضو القواقع والمحار السامة رقم ثلاثة من الأنواع اللي هي السموم المعدنية اللي هي زي إيه؟ زي النطرات زي الفلورين الموجود طبيعي في الصخور وموجود طبيعي في الطرب لكن لما بيعلى ويصل مصادره للمية اللي انت بتشرب منها أو البير اللي انت بتشرب منه ويعلى فيه النسبة المسبوح بيها يعمل تسمم للحيوان ويعمل تسمم للإنسان دية اللي احنا بنسميها الانترنل أو الداخلي الخارجي بقى التسمم الغذائي الخارجي بينشع عن إيه؟ بينشع عن تناول مواد غذائية جيدة بطبيعتها لكن تعرضت للتلوث لكن تعرضت للتسمم لكن تعرضت لتسممها بمواد ملوثة المواد دي ممكن تكون كيميائية أو بكتيرية يعني مواد أخرى وتؤدي إلى التسمم وهذه المواد الملوثة زي ما قلنا لحضراتكم إما كيميائية أو بكتيرية أو فطرية أو إشعائي طيب فيه أعراض للتسمم الغذائي يعني أعرف أشخص التسمم الغذائي إيه؟ الدياجنوزز بتاعه إيه؟ أول حاجة أو التشخص بتاعه أول حاجة ملابسات التسمم والأعراض بتاعته رقم اتنين بأخذ عينة من الحالات اللي بيجرى عليها اللي تعرضت للسموم ديات وابعتها للمعامل بعد كده بزرع عينات من القيء اللي نازل أو الوراز اللي نازل على مستنبتات مختلفة للحصول على مستعمرة بكتيرية أو مستعمرة مميزة للبكتيرية اللي أنا عايز إيه أشوفها ودي في حالة الوفاة بنفحص محتويات القناة الهضمية عشان نبحث عن وجود نباتات سمة أو أشياء أخرى تضلنا على سبب الوفاة ده مجمل نوع التسمم وضع طيب إحنا هنقعد نشرح فيه طب إيه بسرعة عايزين علاج للتسمم الغذائي يعني إيه أخوي حصل له تسمم ابني زميلي حصل له تسمم أعمل إيه بسرعة عشان يعني أنقذه وما وصلوش لمرحلة الوفاة عن طريق الآتي ده العلاج السريع بقى أول حاجة المقيئات واخد بالحضر لكم باستخدم المقيئات ده في حالات الحيوانات يعني إنسان ما يشوف الحيوانات اللي هي بنعرف نخليها تتقيع اللي هو يحصل ترجيع للحاجة تاني رقم اتنين بادم فيه الفكرة إن أنا عايز أطلع الحاجة من بره سواء عن طريق الترجيع أو المقيئات أو عن طريق المساهلات مصادر الإخراج المساهلات للتخلص من المواد السمة في القناة الهضمية يعني أول حاجة المقيئات رقم واحد رقم اتنين المساهلات رقم ثلاثة المحافظة على حيوية والتوازن الحمضي القاعدي بالمحيي الوردي مهمة أوي إن أنا حافظ على التوازن الحمضي القاعدي يأما أنزل حاجة الفلود السربي أو المحليل اللازمة ما وديش الإنسان أو الحيوان لمرحلة اسمها الحموضة أو الحموضة الدم أو يحصل البلد أسيدوزيس لا بسرعة بعد ما خلي أدي المقيئ وأدي المساهل أدي الفلود السربي إن أنا حافظ على الحمضية والآيونية والقلوية بتاعة الدم بتاعة المصاب الحيوان المصاب أو الإنسان المصاب دي رقم ثلاثة ومن أهم الحاجات اللي هي دي تخلي بالكم في الموضوع ده بالذات لو أنت في موضوع الإسهلات لازم تخلي بالك من الفلود السربي اللي هي ما تدي ليش جلوكوز في حيوان عنده إسهال أو تدي ليش جلوكوز في مشكلة عندك في بلد أسيدوزيس يعني بيبقى في حموضة في الدم والجلوكوز ده أخطر حاجة لأنها بتزود الهيمو كونسنتريشا بتزود تركيز الدم أكتر وممكن يخش الحيوان أو الإنسان في الغيبوبة وممكن يموت بعد كده طب نعمل إيه؟ نعادل الحموضة بتاعة الدم الأول عن طريق المحلول الملح اللي هو الصلاين أو السوديوم بايكارب محلول السوديوم بايكارب وبعد كده بشتاب رقم أربعة الأطروبين الأطروبين للتقليل من حركة الأمعاء وتقليل أفراز المخاط يعني كل ما أنا البلستالتك مفمونة بتقل كل ما أنا بقدر أتحكم في إيه؟ في هذا السم وأقدر أحوط عليه آخر حاجة بعد ما ظبط الحيوان أو ظبط الإنسان بشوف مضاد الحيوى المناسب عشان أتجنب الإصابات السنوات دي يعني مؤدمة بسيطة عن السموم أو التسموم الغذائي أعراضه إيه؟ والطرق السريعة للعلاج لهذا التسموم الغذائي نبدأ بقى نخش في السموم، أنواع السموم أول حاجة السموم الفطرية ودي معنا صور لها، هنشوفها مع بعض على الشاشة دي يتنبدأ إيه؟ في المكترات بالذات تتمتع المكترات ببعض القدرة على حماية نفسها من تأثيرات الضارة للسموم الفطرية لأن المكترات فيها مفعول إزالة السمية اللي بتوفره بعض الكائنات الضقيقة في الكرش طيب يعني ما يجهزان المخرج على الشاشة بتتميز الأبكار بمعدل أسرع بكثير لمرور العلف عبر الكرش مما يعني بيترك وقتاً أقل للقائنات الحية الدقيقة لإزالة السموم طيب يعني بالإضافة لتناول كميات أكبر من العلف الدفعات الطبيعية ما بتقدرش تحميه ما بتستطيع حماية كما هو مفترض اللي هي الكائنات الحية الصغيرة اللي في الكرش كما هو مفترض عشان كده الحيوانات اللي بتاخد أكتر من حقها بتعمل لنا مشكلة كبيرة جداً جداً وده اللي هنتكلم فيه النهاردة في السموم الفطرية في علف المشي السموم الفطرية بينها هي بدأ المخرج يدهانا على الشاشة يدهانا على الشاشة السموم الفطرية في علف المشي بتوجد السموم الفطرية في كل سلعة زراعية بتبقى موجودة كويسة السموم الفطرية في كل سلعة زراعية حول العالم تقريباً تقريباً سواء كانت هذه السموم ناتجة عن الفطريات اللي بتصيب المحاصيل في الحقل أو بسبب تلوس الأعلاف بالفطريات في أثناء التخزين أخطر حاجة أثناء التخزين أشهر حاجة بقى إيه السموم الفطرية في السلاج أكتر حاجة بقى إيه السموم الفطرية هو السلاج ثبت إن المواد دي بتقلل من وظائف الكرش وبتسبب الإصابة بالإسهال زي ما هي قدامنا كده قدامنا على الشاشة وبتقلل من إنتاج الحليب وبتسبب أعراض معينة الله ينور على حضرتك أو أستاذنا المخرج وفقاً لنوع السم الفطري الموجود الأبرز في هذه السموم الفطرية الأفلاتوكسينات رقم واحد اللي هي السموم الفطرية اللي بتصيب المقترات الأفلاتوكسينات والتريكتوكسينات دي بما في ذلك السموم الفطرية المعروفة مثل إيه اللي هو اختصار الدي أو إن أو الديكسونيفلونون أو الفميتوكسين دولة حاجات بتأثر تأثير كبير جداً على الأبقار الحلابة والمقترات بالذات فيه أنواع أخرى زي الكوليدات والأكروتوكسينات ديت من الحاجات اللي هي إيه برضو بتأثر على صحة الألبان أو بقرة الألبان طيب إيه هي المخاطر الصحية الناجمة عن تعرض الكائنات الحية عمتاً للسموم الفطرية أول حاجة اللي هي الشريحة اللي هي لسه شوية صغيرة اللي فصلت البقرة وجايب كل المشاكل إيه يا ريتي عرضهانا تاني أستاذنا اللي هو إيه أيوة دي أول حاجة الكبد تنخر خلايا الكبد زي ما يمع ما قتوبها كده أصبر جلس بيعمل مشاكل كبيرة جداً في الكبد رقم اتنين بيعمل مشاكل في الكيدني رقم ثلاثة اللي هو الأفلاتوكسين أسبانجلس في الفيوس وبيعمل نزيف في الدماغ وفي الرئة زي ما هي أنتوا شايفينها كده على الشاشة قدام حضراتكم ونزيف في الكبد برضو أنواع مختلفة وبيعمل اضطرابات معوية شديدة جداً وبيعمل اضطرابات تناسلية كل ده بيعمله الألفا توكسين وبيعمل كدني كمان تسمم في الكيلية بيعمل زي الأصبر جلس أنا مش عايز أقول لأسمان كلها باللغة اللاتينية عشان برضو إحنا في الآخر بنكلم مشاهد يعني كل الفئات بتاع المشاهدين فمش بنتكلم وتخصين أو يعني فعندنا الأعراض اللي بيعملها في الحيوان تامن حاجة بيعملها فيها خلل في الجهاز العصبي وديت برضو بيعمل ارتعاش فيها بيعمل مشاكل كبيرة جداً في الحيوان وده بسبب كله أنواع التسمم بالسموم الفطرية لو نتكلم بقى على الأنواع المختلفة لهذه السموم ورقم واحد التسمم الحاد ايه يعني كلمة هادي يا أخوانا هادي يعني أعراض واضحة وبيكون فيه تباين كبير جداً في الأعراض الظاهرة على الحيوان وده زي ما احنا قلنا بيعتمد التباين ده بيحصل إيه ممكن بقى نشيل الصورة التباين ده بيحصل في إيه في طبيعة السم وتركيزه في العلف أو كمية المستهلك من العلف السموم الأعفان بالذات بتبقى سم جداً للحيوانات لو أنا أدتها بجرعة لو أنا جبت شوية سلاج معافيين أوي أو بيضين ودتهم للحيوان بس أعطيت بجرعة عالية ومفردة يعني كمية كبيرة والحيوان واحد هيبقى الأعراض قوية جداً أو جرعات متعددة بس مش بتركيز قليل يعني كل يوم أديله شوية صغرين أو مش هديله طبعاً مزاجي أو بيجي معايا مع السلاج في إيه بكمية صغيرة بكمية صغيرة بكمية صغيرة جزء المعافيين شوية ولاقي الحيوان مات ومعرفش بك إزاي وده نتيجة للتسامم الحاد لهذا الحيوان لأن خلي بالحضراتكم المستوى السموم الأعفان في الأعلاف الحيوانية بالذات غالباً ما بيكون دون المستوى المطلوب ليه يكون المستوى المطلوب لأن أنا بقدم أكل وبشوفه بعناي لو الآن في عفنة قوي قوي أنا برميها فعشان كده في الزات الحاجات دي دون المستوى المطلوب لإحداث حالات التسامم الحاد فإلا إذا كنت مهم القوي وبدخل كمية كبيرة لهذا الحيوان وأنا عارف أنه معفن وعارف أنه في مشاكل وعارف كذا يبقى أنا إيه بتعمد أن أنا أعمل أجيب له تسمم حاد بسموم الأعفان التسمم الحاد بسموم الأعفان بيتسبب في التأثير على كل أعضاء وأجهزة الجسم زي إيه رقم واحد الدورة الدموية الأوعية الدموية تبقى هشة هشة يعني إيه نزيف نزيف دموي في أنسجة الجسم في تلاقي فيه دم منازل من مناطق مختلفة فيه إسهال شديد فيه نزيف معه ويجد قوي فيه لو لقدر الله نات بتلاقي سرطانات في الكبد وموت وتآكل الأغشية المخاطية والحيوان بالآخر بيؤدي إلى النفوق ده في الجهاز إيه الهض طب ممكن هناك حاجة في الجهاز التنفسي أيها هتلاقي تضخم في الغذة التنفسية هتلاقي في الجهاز العصري برضو في إقضاء للتوازن ارتعاش كامل للجسم إغماء شديد في الجلد ممكن يبين عليه حاجة آه تلاقي الجلد بتحق الدوق ناحية الدوق تحسس الجلد للدوق يبقى فيه أثار نتيجة بنسميها تأثير الجلد لوجود الدوق عليه زي ما احنا قوش بناها في الصورة الجهاز البولي بيحصل فيه كسور في الكليا بيحصل فيه مشاكل كتيرة جدا في كل الأجهزة حتى الجهاز تناسولي بيحصل فيه عقم بيحصل فيه دورة الشبك بتزيد يعني عندنا الزيراليون ده مشكلة كبيرة يا أخوانا في موضوع الخصوب تلاقي واحد يقولك أنا شغال كويس في التلقيح وشغال كويس في الخصوب وشغال كويس في المتابعة التناسولية وشغال ومية مية بس النتيجة معايا مش هي اللي أنا برجوها أو مش هي اللي أنا متوقعها في هذا التوقيت من العام بص على الزيراليون عندك بص على السوم الفطرية وبالذات بص على الزيراليون اللي بيأثر على الجهاز التناسولي للحيوان ده احنا بنسميه التسمم الحاج طب ايه هو فيه تسمم مزمن أو فيه يعني حاجة وربع ده وربع ده وربع ده تعمل لنا تسمم ايوة فيه تسمم مزمن حالة تسمم المزمن ده بتبقى دايما بسموم الاعفان اللي بتكون مع الكميات بسيطة مع الاعلاف ايه الاعلاف بتاعتها معدلات النمو بتقل كفاءة الكفاءة التحولية الغذاء بتقل كل الحاجات دي بتبقى ايه نتيجة للتراكم تراكم السموم الفطرية بكميات بسيطة في السلاج في العلب في الضرى في خلافه يبقى انا بقى 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 كالاكل كويس بس معدلات الانتاج في الحليب مش حلوة نتيجة لوجود التسمم بالسموم الفطرية المزمن مزمن يعني ايه يعني كميات بسيطة ورا بعض ورا ورا الحيوان ما يعملش فجأة اعراض لكن بيبان فيه انتاجه سواء كان في اللحم او في اللبن دي الاعراض اللي احنا ممكن نشوفه فيه امراض بقى بسميها دايما نقول ايه المضاد ضحيوي عشان اتجنب الاصابة السنوية ايه بقى الامراض السنوية الناجمة عن التعرض للسموم الفطرية اللي احنا دايما نقول ايه نستخدم الضحيوة ايه بقى الحاجات دي اول حاجة خلل في المناعة الاصال السنوية دي رقم اتنين استهلاك اي من مركبات السموم الافلاتوكسن بيزيد من الحساسية يعني بستهلك اي مركب مركبات السموم الافلاتوكسن بيزيد من حساسية الحيوانات او الدجاج للاصابة بالامراض الاتية الدجاج بالذات كوكسيديا تيفويد الكولورا تيفويد في الدجاج الرومي كل الحاجات دي بتبقى لها بسميها الساكندري انفكشن او الاصابات الثانوية نتيجة الوجود السموم الفطرية ايه هي اعراض السموم الفطرية في الماشية التأثيرات الضر للسموم الفطرية لدى الحيوان خلى بالكم بتبدأ بالكرش بتؤثر بتؤثر على كفاءة العملية التحويل في الكرش والتخمر وبتؤثر على كفاءة عمليات التخمر في الكرش وبتدالي انتاجها بيقل وبتظهر اعراض بعد كده سريرية زي الاعضاء الاعضاء الاداء اللي بتأثر نتيجة لخفض اللبن خفض اللح الخصوبة زيادة الاصابة بالعرج زيادة الاصابة بالتهابات الضرع دي كلها تأثيرات الافلاتوكسين وعندنا صور ليها كتير الافلاتوكسين ممكن نشوفها برضو مع استاذنا المخرج يبقى انتو عارفين الشكل بتاع الافلاتوكسين ايه على الشاشة وتأثير الافلاتوكسين ايه عيب الافلاتوكسين في تأثيراته رقم واحد ان هو بينتقل الى الحليب فبيبان اللي هو الافلاتوكسين ام واحد بيبان في اللبن رقم اتنين بيعمل سرطان الكبد وزيادة وزن الكبد وزيادة وزن الكلة بيعمل لقم ثلاثة فقدان الوزن وانخفاض اكتساب الوزن الطبيعي الماشية رقم اربعة بيعمل كسور وظيفة الكرش في وظائف الكرش رقم خمسة بيعمل ده كلام اللي احنا بنقوله بنعيده تاني تضاهر صحة الضرع وزيادة السوماتيكسي الكاونت اللي هي زيادة تعداد الخلايا الجسدية وبالتالي انخفاض انتاج الحليب الله ينور عليك شوفه حتى باين او في الدرة في جزان الدرة انخفاض الكفاءة التناسلية انخفاض الكدرة على مقاومة عوامل اجهاد اللي هي عوامل الاسترس فاكتور او الاجهاد البيئي الزيادة التعرض لامراض المختلفة بيقلف المناعة خالص بيصبط المناعة نهائي بيسبب بسبب مشكلات سلامة الحليب ديت اللي بيسببها الافلاتوكسين وبالذات الام واحد ده الانتقال الافلاتوكسين الى الحليب ومنتجات الحليب هو الناس بتهتمي بيه عشان كده بيحصل الافلاتوكسين بيزيد قدر الاهتمام بوه مقارنة بجميع السموم الفطرية الموجودة في منتجات الالذات عيب الافلاتوكسين يا اخوانا اللي هو صور قدامنا قدر ما احنا شايفينها كده بيتفكك جزئيا في الكرش وبيتحول الجزء المتبقي منه بيولوجيا بيروح في الكبد اللي هو الافلاتوكسين ام واحد الافلاتوكسين ام واحد ده بيظل متوافر ومتوافر حيويا وساما وللأسف بينتقل الى الحليب فبالتالي يبا احنا نقلنا الام واحد ده الافلاتوكسين ده نقلناه للاطفال نقلناه للبناء دمين وخلي بالك عشان كده كل بلدات العالم حطت كيود صارمة جدا للحد من وجود الافلاتوكسين في الحليب من اخطر من اخطر انواع الفطريات السمية في اللبن اللي هو الافلاتوكسين ام واحد لان زمارة لحضراتكم بيستنى في الكبد وبعد كده بينزل في اللبن واللبن من اللي بياخده في الاخر الاطفال او البناء ابنين فبيعمل تأثير رهيب جدا في يليه يليه في المشاكل اللي هو الزيراليون يعني خلصنا الافلاتوكسين بنتكلم في الزيراليون الزيراليون برضو من الحاجات لو لو له صورة عندك استاذنا انا هنجيبها اللي هو الزيراليون بقى بيسبب العقم انا حط لك صور له وبيسبب انخفاض معدلات الحمل دايما المزارع اللي فيها مشاكل في التناسليات فيها تكيوسات في المبايد فيها حالات اجهاض فيها عدم تزامن الدورة المبيضية فيها تضخم في الحلامات فيها تضخم في الغلاء الضرعية فكر على طول في الزيراليون هتلاقي لازم تحط مضاد للزيراليون عندك في التركيبة عشان تقلل هذه الاصابة عدوى الجهاز التناسلي برضو بيحصل فيها انخفاض في انتاج الحيوانات المنوية بالنسبة للذكور بيحصل بسبب الزيراليون يبقى عندك اكتر حاجة مرتبطة بالتناسل او التناسليات هو الفطر زيراليون اللي موجود علينا عندنا في الشاشة اللي هو تضخم لخلال المخ دا لا في واحد كان في صورة اقوى من ديك وبيعمل كم مشكلة التهاب في المهبة بيعمل التهاب في المهبة زي ما احنا شايفينها في بعض الصور كده بتكون تأثيرات الهرمون الاستروجين ليه بقى ان الزيراليون بيأثر على الاستروجين وبيتناسب الجزيء مع مستقبلات هرمونات الاستروجين وهو في الاخر بيؤدي الى الاستجابات الهرمونية الخاطئة وبيؤدي الى اضطرابات في الجهاز التناسلي وبيؤدي الى تعطيل الاداء بتاع التناسليات بيقل بسبب موجود بسبب اللي هو الفطر او السم بتاع الزيراليون ده برضو خلي بالكم من الحاجات اللي بيهتم بها بالزاد في مزارع الالبان ومزارع الجموس اللي بيهتم قوي في موضوع التناسليات طيب الزيراليون بيعمل ايه تاني في الكرش بتحاول الزيراليون بيولوجيا بدرجة كبيرة الى الفا زيراليون وهو كده شكله اقصر فاعلية بيتناسب بسهولة اقصر مع مستقبلات زي ما احنا قلنا هرمون الاستروجين يعني وبيأثر تأثير كبير ان الزيراليون بيضاعف بيضاعف او يفاقم تأثير الديوكسي على جدار القناة الهضمية مشاهدين الاعزاء هناخد فاصل صغير وبعد الفاصل ان شاء الله هنبدأ نستقبل تليفوناتكم ونبدأ نقول ردة على الاسئلة بتاع حضراتكم فاصل صغير وبعد الفاصل نتواصل اشتركوا في القناة الهضمية بحضات جميلة مع ذكريات جميلة من كلمات واغاني الزمن الجميل هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس اسماعيل ياسين هو من وضع قدمه على أولى عتبات الفن لينطلق الى عالم الفن والغناء والإبداع طب مين ينسى حلو يحل ده أطفالنا اللي بيتعلموا النطق شهر رمضان بيتعلموا على حلو يحل حلو يا حلو رمضان كارم يا حلو ملكت بيتنا باتت نهر ومكت يا حلو لا يليك الحلوة دينا الجمهور يا حلو حلو أهلا بكم مشاهدين العزاء عايز قبل ما أستقبل الأسئلة بسرعة أراجع معاكم العواقب الرئيسية للسموم الفطرية في الأبكار الحلو دي دي اللي تهمنا إيه هي العواقب اللي في الأبكار الحلوة وفيما يتعلق بصحة الدرع وإنتاج الحليب أول حاجة بيحدث انخفاض في إنتاج الحليب بسبب عدة عوام واحد انتوا هتقولوا انخفاض استهلاك الأعلاف أو رفض أو الحيوان تعب منها رفض تناولها بعد كده رقم ثلاثة تلك الحالات دي بتكون شائعة عند الإصابة ببعض السموم الفطرية رقم اثنين قد تتغير السموم الفطرية أو تغير السموم الفطرية من وظائف الكرش من خلال التجمعات الميكروبية أو الحيوانات الأولياء الصغيرة اللي هي مسؤولة عن تكفيك العناصر الغذائية ديات وبالتالي بتقلل امتصاص العناصر الغذائية واضعاف عمليات الايد اللي هي الميتابوليس بيقيل الامر اللي بيؤدي بعد كده في النهاية إلى تقليل التوفير الأشياء اللازمة لتخليق الحليب بتاعه التأثيرات السلبية على الضرع في الأبكار الحلابة هنقولها مع بعضها أول حاجة انخفاض انتاج الحليب له تأثير الحليب انتاجه بيقيل بيابى فيه ملوسات سامة في الحليب خاصة زي الأفلاتوكسين أم واحد ده اللي بيترفض فيه اللبن وبيابى مشكلة كبيرة بعد كده على المزرعة اللي بتنتج الأم واحد ديات في اللبن بتاعه زيادة خطر لصابة للتهابات الضرع الحلمة التعصر أو تغير في التركيب الكيميائي للحليب طيب دايما برنامجنا يقول ايه الوقاية خيرون من العلاج ايه هي الوقاية في الموضوع ده بقى الوقاية بنساعد الاحكاية دي بتساعد التحليل المنتظم ان انا قال للقصة دي ان انا اعمل تحليل منتظم للأعلاف والسلاج اي عينة بسرعة اخدها واروح اشوفها في المعمل ممكن تكون العينة دي الشديد للتلوث بس لازم العينة تبقى ممثلة للمكان كله العينة ده تكون نظيفة اتأكد ان المكان بتاع اي سم فطري او اي تغيير في شكل السلاج استبعده تماما الادارة الجيدة للسلاج امر ضروري جدا لان السلاج له ادارة وكل ما يكون ادارة بتاعديه سليمة بناخد مزيد من سلاج جيد وتقليل من سموم فطرية وتقليل من امراض بتسبب مشاكل في الحلاب من الضروري جدا ادارة مخاطر السموم الفطرية بشكل سليم لتجنب الخسائر الغير متوقعة والحفاظ على الانتاج العالي للقطعان الحلاب ده مشاهدين الاعزاء الوقاية من مشاكل السموم الفطرية وفي الاخر اقدر اجملها لكم اللي هو بنسميه الجود مانيجمنت او الادارة الجيدة لكل ادوات التغزين سلاج درة سوية رضة كتر دلوقتي نتيجة لغلو الاسعار في الدرة والسوية بعض المزارع بدأت تجيب البطاطا وبدأت تجيب البطاطس بدأت تجيب مخلفات البقايا الاكل عند بعض الاماكن وايش البرتقان في حاجات كتير بقت ميديا كبيرة للسموم الفطرية معانا تصال فضل يا حج محمد من اسوان السلام عليكم ودكتر حامل عليكم السلام ونحن نطلعي وبركاته السلام أنت طيب وانت بالصحة والسلام الله يخليك عندي التهاب الدرع متكرر تمام وعايز له وقاية يعني من مسبقة فأشوف الوقاية وانا شغال بالبنسلين والمحاكم جميل جميل احنا اشكرك حاج محمد احنا وقايتنا فضل يا حاج محمد سؤال ثاني بالنسبة للصقف عندي في المزرعة زيادة شوية يمكن ثلاثة في المية اربعة في المية بيحصل صقف في الشهر الاول او الثاني هل ده بروسلة ولا أنا عارف عن طريقك ان الصقف بيحصل بالنسبة للبروسلة في العشر الكبير يعني فما عارفش في شهر الاول والشهر الثاني بيحصل برضو نفس الوضع ولا ده شيء لا انت زي ما حضرك قلت في الشهر الخامس من الخامس للسابع ممكن نتوقع وجود البروسيل الشهور الصغيرة اللي هي اثنين وثلاثة واربعة دولات هو سببه اللي أنا بتكلم فيه النهاردة اللي هي السموم الفطرية السموم الفطرية هي دي اكتر حاجة واكتر بعلامة من علامات ان يحصل عندها الاجهاض على عشر شهرين عشر تلاتة عشر اربعة يبقى اول حاجة اتجاهك لها لازم نهتم بالتغذية كويس جدا جدا نهتم وليس هتكلم فيها بس هناخد اتصال مناخد اخونا احمد بالفيوم فضل يا حاجة احمد خلو السلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته ازاي يا دكتور الحمد لله كو سلام حضارك طيب يا دكتور أنا عندي جمسة كده ولي ديت بس انزلاش لبقى طيب ماشي في حاجة تانية غير كده لا ايه وانزلاش شبا بس مش افتر ونزل دل بشي مطبعية ولي الطبيعي ماشي بكرية ولا ولا والده قبل كده بكرية بكرية اه طيب الدرع بتاعها واضح محضره لبن كويس محي الدرع مليان وبعد ما ولدت مجابيتش ولا الدرع محي مفيش لبن يعني يا ته اللي بقى بس دونكم بيهنف الطرفان السكيل طيب انا السؤالي بقولك عشان اسألك مفيش لبن ليه عمل حاج بقولك الدرع محضر قبل الولادة ولا بفيش درع اصلا ولا هي طبيعتها درعها صغير وكميتها صغيرة دي اللي انا بسألك ايه هو درع 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 طيب شكرا طب انا قبل مااخد شريف معانا شريف من البحيرة بس يعني خليك معايا سيد شريف لحظتين قبل منسى الاسئلة اللي تقالتلي من السؤال اللي قبل كده الوقاية من التهاب الضرع للسؤال بتاع أصوان بيقول ايه ابني هو اعمل ايه عشان اقي نفسي من التهابات الضرع طبعا الوقاية ان انت اول حاج اللي انت شغال بيها لازم تكون متهارة اول باول وعملية النظافة الكاملة لها موجودة لو انت بتحلب بيديك او في حلبين خاصين بيها لازم الحلبين برضو غسيل الايدي قبليها ويحلب بجوينتي ويتطمن ان ما بنقلش الميكروب من ايديه للضرع التطهير قبل وبعد الحليب اللي هي الاشتلاطات الصحية اللي احنا قلناها قبل وبعد الحليب لتجنب من الاصابة محقا مضادة حيوية عشان اعليك بالتهاب الضرع واسيب الخطوات الكبيرة دي الاول يبال الوقاية الاول دايما دي اهم من العلاج الوقاية ان انا احلب بطريقة جيدة ان انا اطهر قبل الحليب اطهر بعد الحليب قدي للحيوان مكان نظيف يقعد فيه محطوش مكان سيء كل العوامل اللي بتؤدي الى انتشار الميكروب داخل الضرع انا بقللها ولو اتغلب عليها الميكروب هلجأ اخيرا لاستخدام المضادات الحيوية واستخدم مضادة حيوية لوكال ومضادة حيوية عام ومضادة حيوية موضعي واستخدم معها مضادة الالتهاب برضو عشان الشفاء يبقى بصرع معانا اخونا شريف من الفيون بتقول فضل بحير فضل فضل الله يخليك عن فضل فضل معاك عندي بارة بلد اكثر من خمس فوروالد اه وكل مرة اطلع على بيت بتصرف برضو في الصروف المعقولة على واحدة العشرين يوم تمام بعد بتصرف ثلاث يوم ينزل دم الحيط او الدكتور قال لي دم الحيط تمام معاني مع العيد من البقى رأيات عربة يعني مش اول مش بكرية ده احتبر الرابعة والخمس اللي هو الفوط عشر ده ماشا شريف غلبيتني احلى غلهابا انا لدرجة ان الدكتور داني ما هو بس خلاص يا شريف عرفت قصتك بقى انت اشكرك انت بتقول الدكتور جالها وغسلها بدام قلت غسلها ودكتور الكلام مش متناسق مع بعض ما احنا قلنا يا شريف باننا زمان قوي باننا عشر سنين بنقول بلاش الغسيل ما اننا الف سنة بنقول يا اخواننا ما نستخدمش سوائل داخل الرحم قلنا كتير قوي قوي ما حدش يحط الوجل جوا الرحم ما حدش يحط سبغ تيوت جوا الرحم ما حدش يعمل يحط ايده داخل الرحم قلنا ان الرحم ده زي المنطقة العسكرية ممنوع الاقتراب او التصوير قلنا الكلام ده كتير ليه دايما ما هو النتيجة ان انت بتحط مشاكل داخل الرحم الرحم علاجه ان انت تجيب دكتور كويس دكتور متخصص في التنسليات يفحص المشاكل اللي عندك عندك مشاكل على المبيض هيعالجها لك عندك مشاكل في الرحم التهبات الرحمية ملهاش حل غير ان انا قدي برسك لانتين افتو الفضو تعرف الكلام ده كويس قوي مرة واثنين وثلاثة هيبقى الرحم بتاعك يرجع على طبيعته لكن ان انا قدي بقى غسيل ودي مية ودي لوجل ودي معرفش ايه كل ده هيعمل لك في الاخر تليف وتآكل في الرحم من الداخل وفي الاخر هتفرز البقرة والبقرة مهاشة عشر او الجاموسة مهاشة عشر يبقى احنا دايما بنقول في حاجات التناسليات والمتابعة بالنسبة للتناسليات اول حاجة بتبدأ من الولادة اقول تاني والتكرار بيعلم الشطار ما تدخلش في الولادة دي رقم واحد رقم اتنين تسيب الحيوان يالد لوحده رقم تلاتة بعد واحد وعشرين يوم او شهر من الولادة تجيب دكتور يفحص البقرة ويتطمن ان الرحم ما فيش فيه اي مشاكل من اللقية او من افرازات الولادة ويبدأ يدخلها لك في برنامج تزامن شوقي عشان يدخلها في الشياع او يبدأ لو فيها مشكلة بعد شهر يدي لها حقنة وبعد الحقنة التانية يدي حقنة تالتة او تانية وتالتة بغيث ما يبقى لها رحم سليم مية في المية والمباييج جاهزة اللي هتنزل البويضة ويجي يلقى حالق تركيصنا غير كده هتعيش بقى في اجزام الخمس شهور والسبع شهور والسنة والشارش والحاجات دي اسامة من بني سويف اسامة من بني سويف يا دكتور فضل يا حاجة اسامة السلام عليكم عليكم السلام وحوات الله وبركاته عندي عجلة على يا دكتور بدأ الاكل بتاعه يقل هم هدل يوم من كي كان باكل مية مية وبدأ يوم من كده باكله بدأ يقل طب شوف حرارته يا اسامة هدل دكتور بسرعة يشوف حرارته ويشوف نوع الاكل اللي قدامه جايز يكون داخل جايز يكون داخل في دور حم جايز يكون داخل في اي مرض تلحق برافو عليك ان انت الحيق الحيوان وهو لسه بيقل في كمية الاكل ايه اصطر يعني بس لكم بس اكله بدأ يقل عن الاكل يا اسامة انا بقولك انت شاطر عشان انت الحيق انه حسيت انه اكله مش هو اللي انت متعود عليه كان بياكل عشرة كيلو بقى تسعة كيلو كان بياكل حداشرة كيلو بقى عشرة انا بقولك برافو عليك شاطر اجري بقى هو ده اسمه التشخيص المباك اللي انت عملته ده هو التشخيص المباك اجري على الطبيب البطر بسرعة ياجي يشوف لك ايه المشكلة اللي عندك مشكلة جايز غيرت علف جايز غيرت النوعية اللي اكلته جايز حرارته علية جايز فيه داخل فيه دور مرض هو ده اللي انا بوصي به بيك وبالناس التاني التشخيص المباك بسرعة هيجي يدلو اي حاجة بصداك رهوت هيبقى الحيوان يرجع معاك سليم مية في المية شكرا اخونا احمد من البحيرة فضل يا حجح معك احمد ابيعطيها دكتور احمد ابيعطيها فضل ها فضل بلوص يا دكتور انا عند بجرة في الشريعة ودرسة منتهبة ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الجدري جيد حنك العيدلة الصغيرة وفي مصرينها يعني هو دكتور قال لك إذا فيها جدري ولا عم أعطيها بوطائية لا أقول لك الدكتور لا أقولي الحق الله يخليك الدكتور اللي أهل لك البجرة فيها جدري طيب بص يا أستاذنا يا حج أحمد الحلمة اللي فيها ولا الضرع اللي فيه الحلمة يعني الحلم فيها حبوب صغيرة كده أيها حبوب متسلخة حبوب متسلخة الله ودي جاموسة ولا بقرة بغر انت هتلاقي الكلام ده في الجاموس أعلى ومن يمكن تلاقيه في البقر هتلاقي الحبوب المتسلخة هتروح للصيدلي قلوه أديني مرهم زنك وادهن الحاجة دي بمرهم زنك مرة وأتنين والثلاثة هتلاقي مع الوقت رعه أيها مرهم زنك مرهم لا بيض شكرا معنا تصال تاني محمد من الدموش فضل يا محمد فضل يا حج محمد فضل يا حج محمد مركز المنصورة فضل يا حج محمد مركز المنصورة فضل عند يا باشا الدموش يتبزل يقدماني من تهب ما بيبشي إلا محابة صدقة والله طيب يعني ما بتجيبشي حاجة خالص الحلمة الأوانية دي بتجيبشي حاجة خالص اللبن مجبت اللبن مجبت دوت بس مش مر ولا حاجة والتلاتة التانية ده جبل احنا لسه هندوق وانقول ممرر ولا ممررش ده مرر ده لواني جايبه حليب ودوق واقول ممرر ده عندك عدى المر والجبل كمان يعني والجبل كمان اه 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 ده شوى المخمي جبل اه ماشى عندك التلاتة اسلام التلاتة اسلام بيجيبه لبن سليم ببن سليم اه اه حلوي وده بيجيب جبنا اه بيجيب جبنا اه هتصفيه كويس اوي 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 ماشى هتحلبه في اليوم اكتر من تلات اربع مرات وكل حابه تصفي وكل ما تصفي تحط مضادة حيوي كل ما تصفي تحط مضادة حيوي ماشى ماشى بغيت ما يرجع لوضعه الطبيعي مرجعش مرجعش خالص بعد العلاج ده هينشف جففه بقى الواحد جففه بقى شنعب يتجفف بس يتجفف بعد نظافه يعني بعد ما تعمل مرة واثنين وثلاثة اثنين وثلاثة ماشى شكرا شكرا فيه اتصال تاني اه يعني فيه السؤال اه اللي احنا نساناة على ما يجينا سؤال تاني اللي هو البكرية اللي ما بتجيبش لبن غير نص كيلو او ربع كيلو طب هي جيالك اصلاعشان كيالك اتصلك درعها كافي درعها سليم نقدر نقول اه هي فيها كمية لبن بس هي نكراه نبدأ اقولك اه حط ايدك جوة اعمل مساج هادو الدكتور يعمل مساج الديوكسطوس الليها يبدأ ينزل للدون في ملك يعني ينزل اللبن قدامك بس الشرط انه يكون فيها اصلا لكن طب هي اصلا بتاعها قد كده ومفيش فيها ومش متغزيها كويس واقصح دي امكانياتها الباور بتاعها او القدرة بتاعتها بتجيب نص كيلو وخاصة انها بكري فالنصيحة لو هي كده سمينها كويس وبعها وهات حاجة تانية بس بعد ما تسمينها هات حاجة تانية درعها ان شاء الله تكون جيدة وتجيب لك تابعا كويس اللي انا عايز اقوله في اخر الحلقة ناخد محمود من منصورة اخر سؤال من مطروح فضل يا حاجة مع حمود من مطروح الله يعزك يا دكتور يا دكتور انا عندي بقرة اكرمك الله الله يكرمك هو ده الكلام الحلو بقى عندي بقرة اكرمك الله لازم يعمل فاصل كده مش عندي جموس يا دكتور عندي بقرة يا دكتور لازم يقول عندي بقرة اكرمك الله فضل يا مولاني الله يعزك يا دكتور فضل يا دكتورة البجرة دي بعد ستة شهور بتجف حليب الايه بعد ستة شهور ايوه بتجف حليب بتجف حليب خالص طب ما كفية قوي عليها ستة شهور حليب ستة شهور يعني مفيش حماركي هي عشار ولا مش عشار هي طب عشرة ستة شهور وبعد كف خالص يعني عشرة ستة شهور ولا والدة بين ستة شهور من الولادة ستة شهور من الولادة ست شهور وبتقوم مبطلة خالص ايوان بطلة خالص وما فيش عشر لها لا يبقى فيها عشر صراحة يعني بيبقى فيها عشر دي يعني ممكن يبقى اربعة شهور وممكن يبقى خمس شهور او ثلاثة اربعة او ثلاثة مش مشكلة يعني بدام هي بطلت تجيب لبن وكمية تغزية اللي انت بتوديها يدوك يعني مكفيها ممكن تكففها خلاص امرك لا كففها لكن يفضل يفضل نحن جفف الحيوانات على عشر ستة شهور او سبع شهور كفاية عليهم او كده حتى لو بيجيبوا لبن كويس نجففهم عشان نجهزوا من الولادة المرة الجاي شكرا شريف من البحيرة فضل حاج شريف كلمت كلمة شوية بقولك البي ما بقى مره بطحيل ما اصلا انت قلتني اللي غسيل ومش غسيل انا عاجة فهم هي الحيط طب واحدة واحدة بس قل بطول كلمتني من شوية لقيت ايها شريف انا كلمت كلمتني كلمتني في الغسيل والغسيل يبقى المورقة وبيتو غلق اه انا سأل حضرتك البعرة يعني هي في الولد الخامس وبتحيط وغطا دعا اربع مرات عملية الحيط ده بص يا حاج شريف بص يا حاج شريف اشكرك لو بالنسبة لحيد البقرة هو زي حيد العجلة انت قعد لدك بتقول قصدي بقرة ومسيب خامس وهل ده هي البكرية بس اللي بتحيط وبنلاقي الدم بعدها لا هي البقرة بتحيط والعجلة والبكرية بتحيط الحيط اللي انت بتسميه الحيط ده انا بقول ايه عليه اللي هو النزيف بعد بعدش نهاية الشياع اللي احنا بتسميه بوسط اسرس باليدك بعد كل نهاية الشياع لازم يحصل نزول الدم ده اللي انتو بتسموه الحيط بعد بعد ما الشياع ينتهي خالص تنزل بقايا الدم دي بتبقى ظهر قوي في البقارة في العجلات بيبقى الدم واضح قوي بيبقى في البقر قليل بس بيبقى موجود ما تمنعش لو انت بتسأل الموضوع ده البوست الاسرس بليدينج او النزيف اللي بعد انتهاء دورة الشبك موجود في الامهات وموجود في البقارة لكنه ظاهر في البقارة اكتر من الامهات ماشي يا شريف فيه اناس بحرق فيه وقت تاني فضل يا اناس ايه يا قدم سلام عليكم فضل دكتور عزة السرشير حضرتك سحايا قولي اناس ماشي بالنسبة للحشيشة البونيكم المعمرة هل ينفع ان يعمل منها سلاج او لا طب اكله جاهز هو انت يعني ينفع بس انت لو انت هتعمل بونيكم وعندك كويس وعندك كمية كبيرة اكله اخضر اكله اخضر بكمية وبسرعة عندك كمية وفيرة على فكرة ممكن نعمل سلاج من اي حاجة بنعمل سلاج من اي حاجة عندنا زايدة ممكن نعمل منها السلاج اللي هو مركوم اللي هو التخزين ان انا اخزنه بس اخزنه بطريقة جيدة اي نعمل غزاء حتى القشر البرتغان اللي نسبة المية فيه عالية جدا بنعمله برضو سلاج فضل انا بستشير حضرتك مني حتى البنكان بيدي انتاج عندي عالي جدا ماشي نعمل منه هو افضل من الضرة ولا الضرة افضل والله الافضل اللي موجود عندي بكمية وفيرة وبسعر قليل وهحتاجه في وقت معين فانا اخزنه عندي اللي هو السلاج او المركوم او اي حاجة ده بجهي بحط حاجة عندك زي ده في وقت ما بعينها بطريقة تخزينية سليمة عشان استخدمها في وقت اخر اذا فكرة السلاج في اي حاجة من اي مواد غزائي اخر اشكرك ومشاهدين الاعزاء فيه اتصال اخير طيب ده اخر واحد بقى ماشي ماشي هاني من من يا فضل سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام وعط الله وبركاته حضرتك كان عندي عيز اللي كنت جايبه من السوق وانا اكله اللي ياكل حشيش خضار وياكل بص ناشف مية مية ان من كان سنة علف انا جي كرشة وكفت ويتعب يبعد يومين من غرقك سوائم يا سلام لول اجيب له كس منشط كرشة وازجيه حاجات من الحموضة يعني هو ماشي معاك في الحاجات اللي هي ومقرش ساق زي بيقول الفلاحين يعني الحاجات اللي هي هايو يا باش اللي هو المغز الخضار والان كان بص ناشف انما العلف ده مش من كانه يتعب على طول يعني ياكل البص الناشف يبقى فلة وياكل العلف وياكل العلف يتعب يتعب على طول انا عايزك تحافظ على العجل ده وتخليه معاك على طول واكله بص ناشف واكله حشيش لغدم تخليه 450 كيلو طب مرسياتك اللي حسن هو الناجل بتاعه تعبان يعني مش ناجل زي اللي مغزل بقى طب هينقل ازاي عمنا وهو بياكل بص ناشف وهو بياكل حشيش يعني انت عايز الحسنيين زي ما بيقولهم لا ما ينفعش يعني انت عشان ياكل كويس عايز يديك انتاج كويس لازم ياكل كويس انت ما بتأكلوش وعايزوا يديك انتاج ازاي ما نشعارك لا جرب تحطول العلف هياكل وابدأ بيه بنص كيلو بعد كده خلصو خد كيلو لربع بعد كده خلصو خد كيلو وهكذا قد ما يوصل لمرحلة انه تديلو نص الوجبة علف ونص الوجبة الياف او بص ناشف او تبن او اش او اي حاجة تمام شكرا احنا مشاهدين العزاء الوقت تجير بسرعة واحنا يعني ساعدنا بلقائكم ورمضان بالنسبانا كريمة علينا وعليكم اخر حاجة عايز اقولها قبل مطلع ان احنا دايما في امور نخلي بنا منها اللي هي ادارة القطعان داخل المزارع او ادارة الحيوان داخل الحزير متابعة التغذية متابعة التحصينات متابعة الالقامة اللي هو بسماهنا دايما المناعة الطبيعية رفع المناعة الطبيعية الحيوان بتاعنا مشاهدين العزاء ساعدت بلقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى